السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلات الفرنسية مع لبنى لمستوى ما قبل المبتدئين طبعا لا داعي لتذكيركم أن هذه السلسلة لابد من متابعتها بالترتيب لأن الدروس مترابطة فيما بينها وطبعا لا تنتقلوا من درس لآخر حتى يكون الدرس السابق مفهوم جدا كي تستفيدوا بكيفية أكثر اليوم إن شاء الله سوف نرى صوتا متحركا من الأصوات البسيطة والذي هو إي 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 ماجسكول بالحجم الكبير و إي مينسكول بالحجم الصغير إي إي إذن حتى تنطقوا جيدا إي لابد أن تشدوا على حلقكم قليلا لأن إي هو يشبه الكسرة مع شدة إي إي دكا لاحظوا معي بالنسبة لهذه الكلمة التي يخطئ فيها عدد كبير من التلاميذ إيل عندما يرون إيل مكتوبة بهذه الطريقة للأسف هناك من يكتبها يعني عند نقل من الكتابة بالطبعة إلى الكتابة باليد هناك من يكتبها على هذا الشكل لماذا يكتبونها على هذا الشكل؟ لأنهم يعتقدون أن الأولى أل والثانية أل وهذا خطأ لا توجد كلمة في الفرنسية مكتوبة على هذا الشكل إذن عندما ترون إي متبوعة بآل يعني هاتين هدن الخطان عموديان بهذا الشكل فهذا يعني أنها إيل يعني أن الحرف الأول هو إي والحرف الثاني هو آل وطبعا تكتبوا يعني بخط اليد على هذا الشكل إي وآل الآن سوف نرى إي عندما يأتي متبوعا بحرف متحرك عندما يأتي متبوعا بفويل في هذه الحالة يصبح نطقه بالضبط كحرف الياء في العربية ويحرك كما لو أنه حرف ساكن يعني كما أنه إي ويحرك بحسب الحرف المتحرك الذي يأتي بعده سواء كان حرفا متحركا بسيطا أو حرف متحرك مركب يعني ويال سامبل أو ويال كومبوزي وينطقوا ياء يو يون طبعا أي حرف سواء هذه التي رأيتمها أمامكم على الشاشة أو أي حرف آخر متحرك المهم أن إي هنا يصبح كحرف الياء في العربية مثلا يا مثل بيانو بيانو دكار؟ إذا لاحظوا أن إي مع أ تنطقوا يا يو يو فيولون 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 آلة الكمان يون يون آفيون 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 طائرة إذن الآن عندما إي هو الذي يأتي بعده حرف ساكن يعني عندما إي يلعبوا دور صوت المتحرك أو الحرف المتحرك الذي يحرك لنا الأصوات أو الحروف الساكنة إذن في هذه الحالة يلعبوا دور الكسرة في العربية إلا أن هذه الكسرة كما قلت لكم يجب أن تكون مصاحبة لبعض الشد يعني نقول مي 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 تي 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 ري ري سي سي لي 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 في في ني ني دي دي کی كي ني ني إلى آخره بعد الأمثلة امي بي سيكلت بي سيكلت فيد فيد سي نيما سينا مي دي مي دي الآن سوف نتدرب على النطق بالصورة انتبهوا جيدا مي مي تي تي غي غي سي 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 لی لی فی فی ني 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 دي دي تي تي ني 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 همی همی بي سي كرت سي سي ني سي ني ما إذن أمي تعني صديق بيسيكلة درجة فيد فارغ سينما ميدي منتصف النهار إذن إي يمكن أن تجدوها مكتوبة على هذا الشكل أو أيضا تكتب على هذا الشكل فوقها هذه العلامة التي تسمى أكسان سير كونفلكس أو فوقها هذه العلامة التي تسمى تخيمة إذن بالنسبة لإي طبعا تنطق كما تعرفون إي آمي آمي أما بالنسبة لإي أكسان سير كونفلكس أيضا تنطق مثل إي إيل إيل والنفس الشيء بالنسبة لإي تخيمة أيضا تنطق إي نايف 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 تعني سادج فقط الفرق بين بينهم أو بين هذه الكتابات الأولى والثانية لا فرق يعني ينطقان إي أما الثالثة عندما ترون أن الحرف المتحرك فوقه تخيمة هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أنه يتير انتباهك إلى أن الحرف المتحرك الذي قبله ستقرأه بمفرده يعني لن تجمعه مع الحرف المتحرك الذي فوقه تخيمة سواء كان يعني إي أو أي حرف آخر متحرك تعلمون أن في الفرنسية إذا جاءت متبوعة بإي فهي تنطق كصوت آخر نقرأه إي إي إذن هنا لاحظوا أن هذه الكلمة لم نقل لها ناف وإنما قلنا نايف لماذا؟ لأنه كما قلت لكم أن إي فوقها تخيمة وعندما تكون فوقها هتين النقطتين فهذا يعني أن الحرف الذي يسبقها الحرف المتحرك طبعا الذي سيسبقها سوف يقرأ بمفرده يعني لن نجمعه مع الحرف المتحرك الذي يليه وبالتالي فسوف نقرأ نا نا ثم هذه إيث إيث ونجمع بينهما نايف نايف دكار إذن إلى هنا تنتهي حلقة اليوم لا تنسوني من صالح الدعاء وإلى حلقة أخرى بإذن الله تعالى